وقال رئيس السيسي أنه على الرغم مما عكسته قمة كاب 27 بشارم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ إلى أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع هو أقل من المطلوب كما أشار رئيس السيسي إلى أن شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية لا يزالون غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الأفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادية على الرغم مما عكسته قمة شارم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ إلى أن ما يتطلب تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب ولا يزال شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الأفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لعارة توجيه قطعات مثل الطاقة والنقل والزراعة فضلا عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية وفي نفس الوقت تعقيق أهداف التنمية المستدامة